صلاح محسن محتاج ياخد فرصة بشكل أساسي صلاح محسن بالتأكيد شايف انه ياخد من البدايات ولا زي ما ميسر المسلماني بيتعامل معنا انه ورقة ربحة كده خليني ارجع معك شوية لفترة ما قبل ده وليد صلاح الدين كان واحد من اهم اللعبين في النادي الايل وليد كان بيشارك في ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة وكان من اهم الفترة دي هنا انا عصرتها في النادي الايل كان من اهم اللعبين اللي بيعتمد عليهم اي مدير فني يبقى موجود لعيب بديل ولكن عنده مميزات كبيرة جدا بيقدر يغير نتيجة مباراة صاحب قرار داخل الملعب صلاح محسن عنده ده واللي عجبني اكتر في صلاح محسن الوقت انه بقى عنده الدافع صلاح يبقى محسن او انك انت لما قردت او شبهت اخترت واحد يعني طبعا وليد صلاح دين من اهم اللعبين انا شايفه المهارين اللعبين عكتر لعيبة التعشقها جميلة دي صلاح عنده مميزات مهمة جدا فنية عنده حلول داخل الملعب بيعجبني اكتر دلوقتي انه ابتدى يبقى عنده الحافز انه يعود بمستوى بدني لانه كان بعيد جدا عن المشاركة مع النادي الاهلي وبالتالي كان بدنيا بعيد ذهنيا كمان بقى ذهن وحاضر بتشوف اللعب اللي يقدر ينزل في وقت قليل جدا عشر داير ربع ساعة تلت ساعة ويكون صاحب قرار ويقدر يغير نتيجة مباراة بتأكيد امكانياته كبيرة جدا صلاح وطاهر واضح ان هم بيقربوا يعني انا بتابع طاهر حتى من قبل ما ينضم النادي الاهلي كنت بتابعه مع المقاولين بشوف انه لسه كمان عنده كتير قوي وبيتطور مستوى ماتش بعد التاني نتمنى انه يستمر على ده صلاح الحقيقة ماتش الزمالك وماتش سانداونز قدم مستوى كواس جدا في الوقت شوف انا كنت قلت في فترة من فترات ان صلاح محسن يمتلك امكانيات كبيرة جدا ولكن ابتعاده عن المشاركة هتؤدي في النهاية الى ابتعاده عن النادي الاهلي تماما ولكن عودته مرة تانية وده تصحيح لما قلته قبل كده انه قدر انه يعود مرة تانية بنفسه داخل الملعب ويثبت وجوده من خلال مشاركته في التمرينات من خلال مشاركته في المباريات يعني عنده الحافز المهم جدا انه يشارك معناد لها الفترة الجاية وبالتأكيد يعني ان شاء الله يكون اعتماد كبير جدا عليه الفترة الجاية